اشتركوا في القناة سيريل رامفوزا والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الأغندي يوري موسيفيني والرئيس الزنبي هاكيندي هيتشيليما بسم الله الرحمن الرحيم السادة أصحاب الفخامة الأشقاء العزاء اسمحوا لي في البداية أن أنا أعبر عن سعاتي بالتواجد معكم اليوم في هذا الاجتماع المهم ومنقشة وتبادل رؤى حول المبادرة الأفريقية التي طرحها فخامة الرئيس سيريل رامفوزا الذي سجله كل التقدير وكل الاحترام على هذه المبادرة وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القادة الأفريقة تبحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي فضلاً عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدولي كما أكد السيد الرئيس أن مصر تبنت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار وحجد الجهود الدولية للتواصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة